مباشرةً مباشرةً هبدأ بالاهلي ومادم هبدأ بالاهلي هبدأ بالكابتن علاء ما يخوف كابتن علاء من وجهة نظرك هي اسوأ مباراة الاهلي على الاطلاق هدي المباراة بالتين يوم واحد واحد واسوأ شوت للاهلي شوت شوت الاول كله الاهلي في حالة غريبة جداً جماعياً وفردين وعلى كل مباراة ليه من وجهة نظرك ليه اسوأ اداة تقدم في الشوت ده بزيزاً واضح ان فيه اجهاد بس دي مش مباراة على فكرة واضح ان فيه اجهاد من السفر طويل جداً زبابوي سفرية متعبة جداً 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 اه متفروقة جداً عرفها وكابتن علاء وحضرتك عرفها سفرية متعبة دي حاجة الحاجة التانية انا من وانا بتفرج عملتش كده حاس ان فيه الى حد كبير استسهال الخصم من اللاعبين مش من المدري الفن من لعبة الاهلي حاس ان الموضوع سهل احنا هنكسب هنكسب هو اخر المجموعة ومباراكتنا حتى بخيرها من الصعبة كان اتنين سفر وكان ممكن باكتر لكن هما برضو ايه اللي صعبنا الامور شوية عليهم اول نقطة له بالزبط وده اخر اول نقطة من يوم الحاجتين دول كابتن متع الحاجتين دول كافلين هما يضيعوا منك المباراة كلها لكن هو الاهلي بالزبط لعب حوالي ربع ساعة في شوط ثاني بس بشخصية الاهلي اتعادل وكان ممكن يكسر ضيع فرصين وكان ممكن يجي فينا هدف او هدفين لو تقلق الشناف اكتر منكورة لكن هي دايما كابتن متعب معروفة بداية راحت منك مهما كان المنافس ضعيف فانت صعب ترجع في تعب في صفر في ضغط مباراة فعايز تكسب في الى حد كبير مش مد المباراة اهميتها ده يؤخذ على لعبة الاهلي مش مدير الفني طيب كابتن علاء نبيل هل يجب على فيلر تغيير طريقته الهجومية خارج ملعبه ولا انت شاف ان اياه يعني طلو بسط للتشكيل هتاجد تقريبا نفس التشكيل نفس التشكيل ولكن الطريقة نفسها وما نقدرش نقول لو هو يعني لعب التشكيل لان كل المجموعة دي لابت هي لابت كل مجموعة كله بيلعب يعني احمد الشيخ بيلعب جرالده بيلعب افشا بيلعب الراجل 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 تدارش تقول هجوميا لا بيلعب بالسيستم بتاعه انا اعتفق مع كابتن علي ميهوب ان فعلا من ادارش نقول بيلر يتحمل اي حاجة خالص اللعيبة هي اللي كان فيه تعالي عالكورة وحسين بنفسهم وده كان انظار لهم لان فعلا زي ما احنا كنا بندي اللعيبة حقها والجهاز الفني حقه لا لازم النهارده نقف في ستوب نقول لا ادائكم النهارده او كان ام بارح في المباراة ام بارح كان سايق جدا نشوطه الاولاني انا مش بسادها ده النادي الاهلي جيرالدو من وجهة نظرك مستوى يليق بالنادي الاهلي جيرالدو يعني هو زي المجموعة لقداب يعني بش فارق ولا قالل يعني هو نفس المستوى اه لكن دايما احنا بنقول ايه في الستوديو عندنا ايه الراجل المحترف اللي برا لازم يبقى فيه على قال بلس اتنين او ترى درجات بالزبط كده اه فهو زيهم لا قال ولا زيادة هو لعيب يعني زي اللي موجود زي اللي موجود يعني يعني انا كان غرض من سؤالي هل يبقى هو الصفقة اللي تم استبدالها فانت شاف ان هو زي وزي اللي موجود زي اللي موجود زي اللي موجود لا قاله ولا حسن بعد طبعا فوز طبعا الموقف الهلال مع النجم وفوز النجم وتعقيد هذه المجموعة ماتش الجاي هيبقى النجم الساحلة كابتن فاروق هنا في مصر ان شاء الله من وجهة نظرك كيف ستسير هذه المجموعة لو بصت للترتيب اللي قدامك وعندك النجم الساحلة هيلتقي مع الاهلي هنا وهيتبقى بعد كده مباراة وحيدة من وجهة نظرك وضع الاهلي اه بالزبط كده والهلال بره في سودان بالزبط انا شايف الاهلي يعني المواقف دي بيجي كتير للاهلي والزمالك يعني دور المجموعات دي بتبقى مواقف كتير قوي لكن الاهلي وزامالك بيعرافه وصهله ان يعرفه يجمع العاشرة بنتة اللي هيجمع العاشرة بنتة هو اللي هيوسل اه بالزبط كده يعني اه فانا شايف ان مفيش مشكلة النادي الاهلي النادي الاهلي المروة الجاي هيكسب خلاصlement هو لو كسب الماتش جاي بقى عشر نقط هو عايز اربعة ج buddies اه بصبت لانه النجم الساحلي سيبك من النجم الساحلى هيسبته عنتي الساح لمدة ساحلة ووايا بقى سحلة بس على الجانب الاخر الهلال لو كسب بلاتينيوم هيبقى تسعة نقطة تمام والاهلي عشرة والهلال هيقابل الاهلي في السودان تمام بما يعني ان لو الهلال كسب الاهلي في السودان خلاص اربعة بنت يضمن اه اربعة اه هو عايزة اربعة بنت بس هي برضا كابتن كحرفية ما تتحسبش كده اه يعني حرفيا ما تتحسبش كده حرفيا ان انت تلعب برات الهلال دي دلوقتي اركينها احنا بنكلم فى النجم اه عايز تكسب النجم عشان تعتله هو بالضبط عشان تعتل النجم اه مفضل لو متش هيكسب قصدة مع بلاتينيوم هو بقى هيكسب يعمل هيعد لنجم هيعد هيعد حتى لو اتغلب من النجم بعيدة عن عن الحاجة حزب اللي احل فيها دي لا بتاعت الهلال عشان الهلال خلص بالضبط كده عشان الهلال خلص هل ما جاءت حسبتها اصعب مباراة الاهل الاهل عنده النجم وعنده الهلال بالضبط النجم أنا من وجهة نظر النادي الآله كان عنده الفرصة هناك يكسب النجم نجم في اللعب الشطط الأول والتاني فرقة عادة بالدافع والنادي الآله عاد بهاجم لكن النادي الآله معرفش يستثمر إن الفرقة دي خايفة منه صحيح لكن أنا لأي بس ملحوظة صغيرة على فيلر ما ينفحش لازم يبقى برضك بمفاهيم الكورة وأنا بلعب في بطولة أفريقية ما بلعبش هنا زي الدور العام أو بلعب فريق أفريقيا هنا في مصر أنا مبروح إنك نمر واحد إن أنا دافع بشكل كويس وما يجيش فيها هدف لعبت النادي الآله أو اللعبة دي فيه توفيق كان حصل مشكلة مبارح للنادي الآله كان النادي الآله ممكن يخسر أكتر من نوع وبعدين المشكلة التانية النادي جات له الفرصة زي ما علاء كان بيكلم أول ربع ساعة في الشوت التاني الفرقة دي هديت إنه لقيت النادي الآله فرقة بتلعب لوحدها في الملعب يعني لقيت النادي الآله مش بنفسه قوة اللي كانت بيئة هنا ولا التنظيم ولا الأداء وبعدين ما ينفعش أنا أعود ألعب في الفرقة أنا أتبدأ مبدأ اللعب في الفرقة يعني أنت حضرتك سألت على على جيرالدو ده آه جيرالدو آه لازم إنه ده مش بتسوي النادي الآله في لعيبة مصريين آه في لعيبة مصريين مش بتسوي النادي الآله يعني أنا بأرضك احتراما للعيبة في لعيبة في الدوري المجموعات أو في البطولة إفريقية ما تنفعش تلعب بره مصر يعني أنت ما جربتهاش قبل كده يعني مثلا أفشا ما جربتهاش قبل كده فلعب مبارح كويس أنا يهمني هو جوري يوصل كاس العالم الزيغي الله أرحمه آه كان علاء موجود كابتن جوري عنده مدرسة دافع كابتن علاء ما هو كان موجود آه دافع أمن ما يجيش فيك هدف كسافة بلعب تلاتة خمسة مش اتنين يعني قفل الملعب يعني فان مبارح منلعب بنفس الطريقة هي هي نفس الطريقة كابتن فاروق ودني النقطة كنت مسألك أنا فيلر وهل يغير من طريقته يعني فيلر لعب ماتشين بره ملعبه الماتش الأولاني مع النجم السحلة اتغلب والماتش الثاني مع بلتانيوم اتعاد يعني أخذ نقطة من ست نقاط ده كان سبب سؤالي هل انت شايف أن طريقته خارج ملعبه هي أنسب طريقة ما انت شايف أن هو يجب أن يغير حاجة في الفرقة هو هو تاكتك مبارح فيه طمع شوية هو طمعان في تلاتة بنت ده إنه هو عارف اللي هو الماتشين اللي جايب بالنسباله بش سهلين النجم السحلي والهلال برة صحيح فهو قال لك أنا أنا أنزل ألعب الطريقة الهجومية بتاعتي زم أنا هو أنزل لك سبب بالذات هو شاف مستوى الفرقة دي في القاهرة يعني بصراحة الفرقة دي تتغلب يعني طبعا سواء هنا في القاهرة أو برة تتغلب فهو يعني الحتة دي ممكن فيها طمع شوية بالذبط طمع شوية لكن هو طبعا إذا ده يبقى بالنسباله دارس ما اعتقدش اللي هو لو كسب النجم هنا ها هيلعب بنفس الطريقة في الهلال هناك إن شاء الله لا ها هيلعب بنفس الطريقة هيلعب بنفس الطريقة بس هي غاية بس هي بس المشكلة بديها علاقة الطريقة إيه إنك إنت هكتمتها بتحتمل اعتماد ده ماتش النجم اللي هناك اللي برضو اتغلب فيه الأهل ده من الأحسن بمبارات العمل لكن موقف الأخطاء دفعية فالتغوطة من فعل فعل شوية ان الحاكم كان خنينا شوية ما علينا لكن هو مش غاية طريقة كثمت هي دايما مدى تنفيذ اللعيبة للطريقة نفسها ما هي دي نفس اللعيبة بنفس الطريقة بكل مشكلة اللعيبة لكن يعني كبتفاروك أنا أتكلم عن اللعيبة وعلى مش دي لعبة النادي الأهلي في شوت 45 دقيقة راحوا من النادي الأهلي مش ده النادي الأهلي اطلاقا وفعلا يعني ربنا سطر ان كان طلعت واحد سفر بس لكن بعد كده برضو تفكير الأفرق كذي ما قالك الفاروق ان هو قالك الناس كانت خيلة ان الموضوع بقى صعب لا او سهل فربع ساعة سابوا الدنيا في النادي الأهلي كان بين الشطين واضح ان فيه كلام كتير قوي تقال نازل لا الشكل مختلف تلت ساعة عمل كويس قوي تعادل كان ممكن مكسب لكن هي المباراة طلعت انبارح تعادل تغيير طريقة ومش تغير لكن هي دايما بيعتمد على الافراد في يوم وعمليه ايه داس تمام طيب كانت مصعدة كنت سألتني المرة فاتت قلتلي لو لا دي الأهل استبدأ الواحد تجيب مهاجم ولا مدافع اه انا مصمم مصمم على ان يجيب مدافع مدافع اخطاء دفاعية قاتلة اخطاء دفاعية في مشكلة اه اخطاء دفاعية يعني بصراحة يعني النادي الأهلي كبير عليه قوي يعني بنشوف صغرات دفاعية رخابة مفيش مفيش تغطية مفيش لا لا في مشكلة كبيرة دفاعيا في المشكلة مبارح في النادي الأهلي انا بس عايز احيي محمد الشنوي محمد الشنوي حاجة تانية خالص هو صمام امن النادي الأهلي في الفترة دي لو مسكت اللعيبة بتاعت النادي الأهلي لها العاشر اللعيبة هتلاقي ولا واحد في حالته ولا واحد في حالته اه يمكن مروان مروان محسن جاب الهدف يعني بكدرات هيلة يعني مفيش بعد كده عمل حاجة مفيش حد واحد في الدنيا توقع اه اما لم الكورة الناس كلها راحت في مكانه ده ملا حلو هو يأدي تتحسيب له واحنا كنا يمكن بنقوله ربنا ووفاقه في اسموح بالزبط راح لانه يقوله كده مروان من ضمن الزواهر نتكلم عليه دلوقات انه مش الله بدأ يتحرك للمساحة بتدي له مساحة بالزبط وهو حسس بردك هو بدنيا بدأ يخش يعني احساس المبرات بدأ ياخدها لكن ما تمسك باية اللعيبة احمد فتح رمي ربيع اشرف اشرف ايمن اشرف علي معلول هو النقطة اللي محدش فاهمها توظيفه مبارح للمبرات غير مناسب دا عد بيهجم سايب الدفاع للفرقة دي ممكن كان جاب التلات جوان من نحة الشمال يعني نحة اللي مين انه هو هاجم سايب على طول ما بيدفعش يعني مش عامل حسابه وفاهم الدوري المصر لا وهو عنده خبرات اللي هو متفاوقين جدا في الدوري المصر اه هو وهو احسن احسن لعيب السنة اللي فات في الدوري المصر يعني هو وطريق حامل كان احسن اتنين لعيب صحيح السنة دي علي معلول توظيفه لقدام ممكن في الدوري المصري صحيح انت بتفرج على فرقة والناس عارفة قوة النادي الاهل انت بتلعب فرقة بقى عتمة مش شايفة متعرفوهاش وراحلها هناك لعبها هنا وشايفها معلش بس انت اللعبتها وانت بتلعب فمصر الجو المصري الملعب المصرية الجو امر مختلف مفيش الحر مفيش الرطوبة كل الحاجات دي دي اللي بيسوقها يعني انا محترامي انا مبارح ممكن كنت بسمع زميننا اخواتنا يعني بيتكلموا الاهل ينزل اللي جيب هدف من اول خمس داي يا جماعة الكلام دي مش في الكورة مش في الكورة وانت نازل وانت صاحب الكورة هنزل لجيب هدف اول خمس داي زي انت عد اصبر لو في ملعبك اه لكن برا ملعبك انت بقى تعمل حساب اول خمس داي اول رباس ما يجيش فيك هدف زي ما انت بتقول هي طريقة الكابتن الجو طيب طيب